النهاردة حلقتنا حلقة خاصة جداً النهاردة احنا بنعيش ذكرة حدث تاريخي مهم جداً في حياتنا وفي حياة ولادنا وفي حياة كل المصريين ثورة 30 يونيو الثورة اللي حررتنا من ظلم وظلام جماعة الإخوان الإرهابية الثورة اللي حفزت على هويتنا وثقافتنا المصرية وزي ما كلنا عارفين ان اعتصام المثقفين كان الشرارة الأولى لانطلاق ثورة 30 يونيو متقفيننا اللي قالوا لأ للجهل متقفيننا اللي قالوا لأ لأي حاجة ممكن ترجعنا الوراء وتغيب عقلنا ووعينا النهاردة الحقيقة مختلف تماماً بسبب الثورة دي وبسبب الوقفة اللي حصلت دي هنتكلم عن المشهد الثقافي بعد ثورة 30 يونيو إزاي كان في حرص من جانب الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء عقل الإنسان المصري برفع وعيه خاصة عند الأجيال الجديدة قدي ايه مهم اننا نتكلم ونواصلق أحداثنا التاريخية المهمة دي قدي ايه مهم ان احنا نتكلم عن إنجازاتنا وبطولاتنا عشان كل الأجيال الجديدة تفهم تفهم وتقدر حجم المجهود اللي تبزل عشان نحافظ على بلدنا تفهم وتقدر حجم المجهود اللي تبزل عشان نكون في مستقبل أفضل ويكون معانا الفترة اللي جاية كل اللي اتمنناه لبلدنا الحقيقة ان ثورتنا كان ثورة تنويرية ثورة فكرية ثورة ثقافية الحقيقة ان احنا النهاردة كمان هيكون معانا وهينورنا في الستوديو الأستاذة ردوة هاشم المستشار الاعلامي لوزارة الثقافة هنتكلم معاها أكتر عن التنمية الثقافية هنتكلم معاها أكتر عن كل الجديد اللي حصل في عالم الثقافة بعد ثورة 30 يونيو